لو مهما كانت الأحداث السياسية والأمنية في لبنان طاغية على الساحة المحلية تبقى للنازحين السوريين حصة الأسد في الواقع اللبناني لما لهذا الملف من ارتدادات سلبية على الصعود كافة وطنيا واقتصاديا واجتماعيا وإنسانيا واليوم كان جرس الإنذار من باب التربية وتحديدا من التعليم المهني والتقني مع انتشار هذا التعميم القاضي بتشجيل الطلاب السوريين غير القانونيين في المدارس والمعاهد الرسمية والخاصة في لبنان هذه المسألة أثارت البلبلة لدى عدد كبير من اللبنانيين الذين وصفوها بالفضيحة وهم أساسا يطالبون بترحيل السوريين غير الشرعيين من لبنان ويجاهدون من أجل وضع هذا الأمر على السكة الصحيحة للبدء بالعمل الجدي لإيجاد حل وطني وإنساني لأزمة النزوح السوري فاستغربوا هذا التعميم إذ أن العمل يجب أن ينصب على تطبيق القانون والحسم بهذا الأمر وترحيل كل من لا يحمل بطاقة إقامة قانونية لا أن يصمح له أي يكن بالتسجيل في معاهد لبنان ومدرسه خلاصة التعميم النجم أن الطلاب السوريين غير الحاملين لبطاقة إقامة قانونية أو بطاقة تعريف صادرة عن المفاوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يمكنهم التسجيل في المعاهد والمدارس الرسمية والخاصة للعام الدراسي وهنا المصيبة بحسب مصادر مواكبة إذ لا يجوز السماح لأي كان بخرق القانون اللبناني والعيش في أرضه وهو غير شرعي ولا يملك إقامة قانونية وهذه أزمة نكافحها فكيف نقبل بجزء منها المديرة العامة لتعليم المهني والتقني بالتكليف دكتور هانيدي بر التي وقعت التعميم رقم 25 على 2024 أكدت للأو تي في أنه صدر عطفا على القرار 63 الصادر عن مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 11 أيلول 2024 وليس هي من قررت هذا الأمر وأنها تقوم بعملها فقط لغير إذ أن العامة الدراسية على الأبواب وعليها تعميم آلية التسجيل على المدرأ لتشدد في أنه على أن الهدف هو أحصاء هؤلاء الطلاب مصدر حكومي أشار إلى أن مجلس الوزراء في القرار نفسه حسم عدم وجوب تسجيل أي تلميذ أو أي طالب للعام الدراسي 2025-2026 فأي صف دراسي ما لم يتم إبراز إما بطاقة إقامة قانونية غير منتهية الصلاحية على الأراضي اللبنانية إما بطاقة تعريف صادرة عن الـ UNHCR غير منتهية الصلاحية ويتحقق منها الأمن العام ولفت المصدر إلى أهمية ما كتب في نهاية القرار على أن تنظم لائحة بأسماء من تسجلوا أو سيتسجلون منهم في العام الدراسي الحالي 2024-2025 في أي من مدارس أو معاهد التعليم المهني والتقني رسمية منها والخاصة دون ما أبراز لأي من البطاقتين المذكورتين أعلى تدرج فيها المعلومات المتعلقة بهم وفق جدول زمني تعده المدرية العامة لتعليم المهني والتقني لترفع هذه اللائحة وهنا لمن يكافح النزوح السوري غير القانوني وجهة نظر أخرى إذ يرى أن المسئولية تقع على عاطق حكومة تصريف الأعمال فهي التي اتخذت هذا القرار للعام 2024-2025 وصمحت لطلاب لا يحملون إقامة قانونية وحتى أنهم غير مسجلين في الـ UNHCR بالبقاء في لبنان ومتبعت دراستهم وكأن شيئا لم يكن من كل صرخات مكافحة هذا الوجود غير الشرعي وغير القانوني ليسألوا هل من ضغط ما يمارس من قبل المجتمع الدولي والجهات المانحة للسير بهكذا قرارات وكسر هيبة الدولة أكثر وأكثر واستباحة لبنان وهل التقارير الصادرة عن المنظمات الإنسانية الدولية ومنها أواخر شهر أبل منصرم مصادر عن Human Rights Watch التي اعتبرت أن السلطات المحلية والسياسيين في لبنان يحاولون مع بدء العام الدراسي الجديد فرض قيود تميزية من شأنها أن تؤدي إلى حرمان عشرات ألف الأطفال اللاجئين السوريين من حقهم في التعليم ودعت إلى ضمان تسجيل الأطفال في المدارس بصرف النظر عن وضعهم القانوني وتؤكد مصادر مواكبة أن التعميم يخالف القانون فالقانون واضح إذ لا يمكن لأي أحد أن يبقى في لبنان وهو لا يحمل إقامة شرعية ومع ذلك مخالفة فاضحة للقانون وسنبقى نعمل الحؤول دون السماح لأي كان من الداخل والخارج بالقبول بالنازحين السوريين تحت أي ظرف ترجمة نانسي قنقر